فخبر مهم معنا أنه ترقص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع أمس لللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس وده كان بحضور وزراء العدل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأيضا شؤون المجالس النيابية ومسؤولي الجهات المعنية المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة المجلس الوزراء قال في بيان أن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة اللي تمت منذ آخر اجتماع عقد لللجنة في 31 ديسمبر الماضي وده الاجتماع كان بيخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها وبناء عليه وفقت اللجنة في اجتماعها على تقنين أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابع لهم وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموفق على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1494 كنيسة ومبنى تابع لها